ومن دميات إلى الإسماعيلية حيث ثم الانتهاء من إنشاء وتشغيل محطة رفع صرف صحي الشيخ غريب بمدينة القصاصين بالمحافظة تخدم المحطة ما يقترب من عشرة ألاف مواطن وهي من المشروعات المهمة لمواطن المدينة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتم إنشاء هذه المحطة لتخدم المناطق المحرومة بطاقة تصميمية تصل 13 ألف متر مكعب يومية وبتكلفة بلغت 32 مليون جنيها الشيخ غريب بطاقة 913 ألف متر مكعب لتخدم عندنا منطقة الشيخ غريب والبغدة بعدد تقريباً عدد ستكين من 9 ألاف إلى 10 ألاف نسمة وتكلفة إجمالية للمشروع من 32 مليون جنيه والمشروع يكون عندنا عدد 3 طرمباط قدر 80 لتر ثانية تصرف 80 لتر ثانية مع شبكة الحضارة بتكون من ستة كيلو بتبدأ من ستة بوصة حتى سبعمائة ملي مع شبكة خط الطارد اللي هو بلدي للمحطة المعارجة الرئاسية بتلقي طول تلاتة كيلو أبعمية قطر أبعمان قمسين ملي تلاتة كيلو أبعمان قسين ملي